مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Game On ضيفي بهذه الحلقة هو المدرب ندق رياضي بيروت المدرب أحمد فهران أهلا وسهلا فيك بGame On أبو عمر حبيبي أهلا وسهلا فيك اشتقنا لك حبيبي أنا بل أكتر مرسي كتير لألك حبيبي تانكيو عودنا والعود وأحمد وعلموا إبالات يلا موسم جديد إن شاء الله وإن شاء الله تكون بداية خير بإذن الله وإن شاء الله جاهزين إن شاء الله خلي بلش معك من آخر فترة نوصل للفترة الحالية أول شيء المنتخب اللبناني وكل شيء حقق نابك كيف تختصر هذه الفترة كلا ككل يعني على صعيد المنتخب بعتقد الشباب حقققوا المطلوب منهم الهدف منهم كنا قريبين كتير نخطف المركز الأول بالتصنيف الأسياو اللي انتهى المباشرة على الأولمبياد ماتش فرنسا فرق معنا بس بعتقد إنه النتيجة اللي تحققت كتير منيحة تصنيفك هلأ صرت أنت 28 من العالم رجعت تقريبا على المكان اللي كانوا قابل فيه كنا نصح الشباب عطوا كل اللي عندهم جهاز الفني عامل شغله على أكمل وجه فهذا الشيء إضافة كمان جديدة لكرة السلل اللبنانية على صعيد المنتخب وهذا الشيء كمان بيعطي حافز أكبر وأكبر للأندية ولللعيبة وللاتحاد كرمال يكون الشغل بالسنين القادمة بعد على مستوى عالم كان بيعكي رئيس الاتحاد أستاذ أكرم الحلبي مع زميننا فيرس كرم كان بيعكي عن الموضوع أنه اليوم إذا نحن طمحين نروح على كيس العالم كنا نقدر نغلب هالدول اللي كتير كبيرة طريقة العمل لازم نكون مختلفة بعد غير أكيد وأنا بوافق الرأي أكيد أكيد يعني دايماً أنت كل ما توصل للفل معين لازم تعلي اللفل أكتر لازم تعلي اللفل أكتر كرمال أنت تصير من مصاف الفرق والدول اللي عن جد بتترك بصمي على الصعيد الدولي يعني نحن العبنا جيمات ضد لطفيا العبنا ضد كندا كنا بيّن الفرق بالمستوى يعني ما بدي حمل الموضوع أكتر ما بيتحمل بس بعدنا نحن كتير بعاض عن الفرق الأوروبية بعدنا كتير بعاض عن الفرق الأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية بعد عنا شغل كتير ينعمل عنا جيل من الشباب متفاني عنا جيل من الشباب عم بيحط كل مجهود وما عم يخلب نقطة عرق على المنتخب الشباب كل ما عم يندعوا على المنتخب عم يلبوا وعم بيكونوا على قد الطموح يعني فأكيد أنا بوافق رئيس الاتحاد على كلامه كل ما نحن بدنا طامحين نحقي نتيج أكتر لازم يكون اللفل تبع الشغل تبعنا أعلى وليزم يكون التخطيط بشكل دائم على مدار السنة مش بس على كل وندو أو على كل استحاق كبير نحن نحضر لازم يكون التخطيط والتخطير دائما وبعطي الاتحاد النتائج اللي حققه على صعيد المنتخبات بالفترة الماضية هي خير دليل أنه ماشيين على السكة الصحيحة لازم التعاون يصير أكتر وأكتر بين الاتحاد والعندي والأكاديميات اللي هي كمان عم تأنتج لعيبة على مستوى كتير عالي عم نقدر نحن نشكل منها العناصر الأساسية للمنتخبات النواة إن كان under 16، under 18 وحتى بالمستقبل لفريق الدرجي الأولى رجال أبو عمر يعني حتى كان عبيركي أستاذ أكرم الحلبي عبيركي عن عضوة إنشاء أكاديمية للمدربين اليوم هيدا الأكاديمية هي بتكون عم تطلع مدربين وتكون أنت بمحل معين قادرت تجبر كل مدربة أتليسة يكون معه وشهدته مية بالمية مية بالمية أنت مثل ما أنت بدك تطلع لعيبة بالمقابل لازم تكون أنت عم تنتج مدربين لأنه المدربين هن اللي بيطلعوا لك لعيبة هن اللي عندنه القدرات أنه يقدروا يبلشوا يأسسوا من عمر الأربعة سنين من عمر الخمس سنين الولد ويطلعوا ويوصلوا أكيد أنا مع أنه انتاج مدربين انتاج حكام انتاج لعيبة هذا يكون كل آياته باللي سكرته نتاج مشاركة بين اتحاد أندية وأكاديميات خلينا انتقل معك اللي هنفوت هلا على صبب الموضوع جمهور رنيد الرياضي ناطر يعرف أخبار رنيد الرياضي بيروت أنتو ألعتوا تمارينكن صح عندكن غياب لهايك اللي بداية الإصابة اللي اتعرض للإصابة مع منتخب لبنان لكورية تسلي ولكن حتى واقل برات لبنان بعد ما رجع صحيح ولكن بهذه الفترة استقدمتوا لعيمين كأجانب جددتوا عقد كيكانوفيتش رحتوا على أرن هاريسون وعلى ثاني سكاكيني اللي يكون معكم ضمن هالتشكيلة أول شيء ليش رحتوا على هيدا استغلال الأجانب وليش ما جددتوا عقدوا لك بالمعفي نحن أول شيء هلأ انطلقت تماريننا تقريبا صارنا هيدا الأسبوع الثاني أو أول الثالث أسبوع الأول بالتمرين نحن اتجهنا لهيدا النوع من الأجانب لأنه هيدا البوزيشنز اللي نحن عم نفتش عليها وتقريبا نحن كجهز فني وأنا ارتقات إنه هيدول هني اللعيب اللي معقولي يخدموني خلال الموسم واللي معقولي أنا يكون اعتمد عليهم بتعرف أنت بتشكيلتنا اللبنانية هني الوندور كتير كبير بالفريق لعيبة منتخب لبنان نواة منتخب لبنان من أحسن اللعيبة ولبنان إن كان وائل أمير كريم علي وهايك هيدول اللعيبة عنا كتير روتايشن كبيرة على البوزيشن وان تو ثريف فكان الاتجاه إنه يكون فيه تعاقد مع فور فايف يساعدوا اسماعيل وهايك يكونوا ومروان زيادة كمان استقدمنا يكونوا عم بيساعدوهم على القليلة بالتواجد تحت السلة تشكيلتنا كاملة متكاملة نحن ما تغير فيها شيء على الصعيد اللبناني الأجانب صار فيه تغييرات وأكيد أنت هلأ بدك تقيم موسمك بالبداية كيف بدك تبلش كيف بدك تنطلق وعلى ضوءة أنت ترجع بتعمل التعديلات وبتعمل الأدجستمنت المطلوبة الأجانب اللي معنا بعتقد هيكونوا لهم شأن كتير كبير سباشيلي صاني ساكاكيني اللي هو لعيب عنده خبرة كتير كبيرة لعيب بمواصفات كمان عالية وأنا متوقع أنه حيكون إضافة كتير كبيرة لأنه كي كانوفيتش وخبرته وتعرف أنت صعوبة استقدام لاعب بوزيشن فايف منا سهل أبدا بيور فايف يعني مثل كي كانوفيتش بالخبرة تبعيته هذه حتكون إضافة كتير كبيرة لأنه أرين هاريسن جديد على المنطقة لعيب خبرة كتير كبيرة باليورو ليج باليورو كوب مع أوليم بياكوس مع جالتا سراي عمره بعده صغير موليد لأربعة وتسعين خاطة جاروب كتير كبيرة شوتينج شوتينج جارد بيلعب بوزيشن تو ثري فيري كالم وجاي من باكراوند يورو ليج تحب اللاعب بيدافع أنت أكيد شوي يمكن يعطينا إضافات على الدفاع فإن شاء الله يعني متأملين خير بالتشكيل الجديد اللي معنا ومثل العادي يعني فريق الرياضي دايما بيتركب وبيتشكل كان من ينافس على كل البطولات اللي بيكون هو طرف فيها من كل حوال أبو عمر اليوم إذا نتطلع أول شيء كان تركيزكم مع نهاية الموسم تحافظوا على الخميسة اللي ادنيني اللي هو موجود معكم وتبلشوا نهوط ابنوا الفريق صحيح خسرتوا كتير من اللاعبين البانش معكم ولكن حفظتوا على النسبة الأكبر من فريقكم صحيح ولكن كمان نفس الوقت خسرتوا جان عبدالنور من الفريق أنتكم أكيد خسرنا جان عبدالنور يعني جان عبدالنور هو أول شيء خسارة كتير كبيرة جان عبدالنور اللي عطالها النادي الرياضي بعتقد العيب إقلال اللي قدموه يعني عندك اسماعيل أحمد جان عبدالنور لما تذكر هيدولي الأسامي دغري أنت علي محمود لما تذكر هيدولي الأسامي أنت دغري بتعرف أنه هيدولي أساطير مرأوا بالنادي الرياضي عطوا كتير للنادي الرياضي فأكيد نحنا تعويض جان هو صعب كتير يعني لاعب بكل ابنين لعيب مثل جان ما بيتعوض لأنه نحنا قليل كتير 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 لعيب اللي هو يعني كان عندك فادي الخطيب يلعب فور ثري ثري فور على هيدا البوزيشن كمان ما حدا قدر يعوضه جان عبدالنور نفس الشي حيترك فراغ كتير كبير بس بالنهاية هو هلأ بفايزة جديدة يعني بالكارير تعيته فهو ما كان قلو محال يكون معكم بالكوتشينج ستاف مش قضية محل ولا محل يعني هي جان هو بيته النادي الرياضي قامت ما بده هو بفوت على النادي الرياضي بيشتغل بالنادي الرياضي بيكون موجود بالنادي الرياضي بس حاليا إحنا قد ما منحبه لجان ومنحترمه لجان ما كان فينا نقدم له أي دور أقل من اللي هو بيستاهله سوأكيد يعني جان بالسنين القادمة حيكون موجود بالنادي الرياضي ولا حيكون فيه تعاون بين جان والنادي الرياضي على صعيد الفني على صعيد الإدارة على هذا بس أكيد هو من الناس اللي مكسب أنه يكون متواجد بالجهاز الفني طبعا النادي الرياضي أبو عمر دائما إحنا باللبنان عنا هيدا المشكلة أنه ما عنا بيور فايف ما عنا لاعب لبناني طويل ما عنا سنتر بس اليوم اللي فتلي نظري في عناكم لاعب بني دا الرياضي من الضمنية بهاء النادي طويل 12-12-13 زمان لغلطان حتى يتوب معكم بالفريق الأول هم تشتغلوا عليها حاليا لا والله أنا شوف مصد بهاء أخذت أخذوا عطا أنا صراحة أعضيع بالموضوع بهاء أنا صراحة ما شفته لحد الآن أنا بعد ما شفته لا بهاء ما شفته شفته مرة واحدة بالنادي الرياضي هو ساكن بالضنية كتير بعيد جربنا نزلت مرة كذا مرة بالصيف على لالفزيكالابلات تابعه بس رجع اختفى مابين يعني مابع فزعم يتواصل مع أحدا بالنادي الرياضي أو شي بس أنا م Shin مابعرف وينه بهاء صراحة آآ源 مختفى يعني مختفى مابعرف وينه وهو فزعم میں تواصل مع أحدا بالنادي الرياضي هم يشتغل مع أحدا نعم جبب بس أنا على الفريق الأول لا ما يعني متمرن لأنه بهاء صعب كتير يكون فيه مع الفريق الأول حاليا أنه بده شغل كتير بهاء يعني مثل كأنك أنت غم تجيّب بجنر ولد صغير عم تبلش معه لأنه ولا مرة لعب باسكتبول بحياته يعني عرفت عليه كيف سوى بده تبلش من السفر من البيسيكس بس مرجعت شفته صراحة هايك نوع لعبين خلينا أقول أو هايك أشخاص طوال خلينا أقول أحرى كنا عم دقيق أكتر هاي دا بارت مثلا يستفيد منه الاتحاد مثلا فيه يخدول أبهاء لأنه أكتر نحلق شيء بالموسم هني هو اللي عندي كلها مشغولة بتشكيلاتها بالربح بالإخسارة بالفوز بالأهداف اللي حططها المدربين بيكونوا under pressure فبهاء لازم ينحط له مدرب مختص معه physical trainer وباسكتبول كوتش يشتغل معه كل يوم كل يوم كل يوم صبح وعجية وهم يلتزم هو كمان بالتبريد هاي دا هي ما أنت إذا بتجيبه من بتنزله من ضيعته بتحطه قريب بالمدينة يشتغل مع مدرب يعني وتأمله أنت حاجاته أكيد آخرت النهار بدأ إمكانات أنت بدأك تأمل له مواصلات بدأك تقدم له بدأك تقدم له بيت بدأك تقدم له كل الإمكانات هو بحب الرياضي يعني من جمهور النادر الرياضي نزل شفته أنا لتقات فيه بعد بطولة لبنان بعد ما ربحنا بطولة لبنان كنا عم نحضر للسفر على دوباي ولتقات فيه من الوقت ما رجعت شفته أنا صراحاً ماليش أنا كنت متخيل أنه عميتمرنا؟ بس كمان هو بهاء إذا حابب عن جد يعمل لعيب هو لازم يكون عنده المبادرة الأولى يعني أنه تعود دربوني أنه يشتغلوا علي أنا أتحمسها بفكرة أنه لاعب وطويل وما عنا بيور فايف لبنان إذا ما نشغل علي طويل 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 مالله منها جيب الطول آه ما شاء الله يعني هذا لو اكتشفناه بكير مثلاً لو فيه سكاوتس يروح ويبرموا عالضيع على المناطق على المدارس أكيد فيه بعد غير بها أكيد يكون اكتشفناه بعمر أصغر واشتغلنا عليه وهلأ هو يكون منتخب لبنان أساسي يعني مسكر السلة ما هذا هيك بدنها هيك ستادي ما هذا هي مية بالمية برأيك لما يكون فيه سكاوتس وقدرين نبرم على المناطق ونروح بتجاه الضياء لأنه أكتر محال فيها نسبة ولادات عالية هي الضياء والمناطق الريفية البعيدة عن بيروت صح قدرين نلاقي بعد مثل هذا النوع معقولي كتير هذا كمان بارت بعتقد لازم يكون ضمن شغل الاتحاد ضمن طموح الاتحاد أنه نهني يكون عنده أنا بعتقد هلأ هم يشتغلوا فيه عم يعملوا توقم مع مدارس بالبقاع بالهيدا كذا فعم يعملوا عم يعملوا شيء فيه مية بالمية فهيدا الشيء بعتقد هيخلي الاتحاد يلاقي مواهب موجودة مخباية نحنا ما بنعرف فيها خلاص يرسم الطول عنه عم تعالى شوي إن شاء الله يا ربي يعني إحنا بلد صغير وعدد سكيانة صغير فلما تلاقي حدا بحجم بهاء وبهيدا الطول لازم تغري أنت تجيبه وتتبنيه وتشتغل عليه نرجع شوي على صعيد نادر رياضة بيروت فريق كون السنة فريق منافس مثل كل سنة على لقب بطولة لبنان مراكبين تركيبة متويل فيها الكامسة أورادي موجودة الخماسة اللبناني متفق مع بعضه أنه يرجع يلعب مع بعضه والبنش الأورادي هينتوا جددتوا لمعظمة رسبيا نخسرته خدمات ميجيل مارتيناز لآخرة النهار ميجيل وتجوه اختاره ويروحوا عندي يلعبوا وقت أكتر ياخدوا منتس أكتر ويضا كثير من نتفهم هذا الموضوع استعدمنا جهاد كريد للي كي عم بيكون كتير منيح بالتمرين عم بيكون كتير منيح بالتمرين مروان زيادة كمان وهو عنا يعني التشكيل مكتملة يعني مكتملة فقدنا عنصرين رجعنا ركبنا أجانب عم بيتمرنوا على أعلى مستوى التحقوا بشي بأربع الشهر وخمس الشهر كانوا تواليا فتشكيلتنا منيحة هلا إحنا بانتظار واقل وهيك ينضموا للفريق بنكون صرنا على السكة الصحيحة شو رأيك بالرول 2 بلاس 1 وثلاث أجانب بإنطلاق الموصن هايدي الأساس أساسية وهايدي بيعتقد أكتر شي صحية لكرة السل اللبنانية أول شي أنت ما قربت على مركز اللعيب اللبناني نقصته على أرض الملعب وأكيد حتظله التنافس هو ذاته ما حيتغير شي بالعكس نحن أنا بأعتقد هيدا السنة حيكون من أقوى السنين من سنين طويلة وأثبت أنه الدورة على صعيد المنطة هو الأفضل لأنه السنة في عندك خمس لست فرق حتنافس على أربع بطاقات فبأعتقد الدورة حيكون مستوى كتير عالي 2 بلاس 1 هي من شاناك الاتحاد الدولي هو كمان ما اعتمدها بوصل وما اعتمدها حيكون ما اعتمدها كمان باعتقد بالشامبينز كوب طبعا لأندي بعض وصل الفرق اللي بتتأهل كمان هتلعب شو هيدا صارت معتمدة بالاتحاد الدولي فلاش نحن نعمل اجتهادات ونغير بالموضوع مثل ما بتلعب بالاتحاد الدولي بالمسابقات مثل ما عم تلعب بضباي 2 بلاس 1 بطولة العربية 2 بلاس 1 بطولة لبناني سوما ضروري نحن نعمل اجتهادات الضر اللعيب اللبناني المنافسة موجودة بيروت رياضي حكمة هومنتمن دينامو هيدول خمس فرق سمعتهم واكيد عندك الفرق اللي هتلعب بثلاثة اجانب بالزهاب والاياب كمان هتقدر تعمل مفاجأة وتكون المباريات كتير متقاربة بينه وبين الفرق اللي هتكون بالطليعة سو هيكون دوري حامي هيكون دوري مستوى عالي واكيد انا من زمان دايما بقول برجع بيد انه انا تو بلاس وان هي اكتر شي صحية للعيب اللبناني لا يضل عم يعطي بالطريقة اللي هو عم يعطي فيها وخصوصا انه انت لعيبتك معدودين على الاصابع لعيب اللي انت بتركب منه منتخب لبنان معدودين على الاصابع كننا وين عند نفس الكلمة يعني انت لما تجي تعمل ليستة الاولية تعييد منتخب لبنان بالزور لا تقدر تسجل 24 اسم اهرفت علي 24 اسم المميزين اول ما نبلش تحضير وقات 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 وطلقيهم باسبوع صاروا 15 اهرفت عليك كيف سون احنا بحاجة ان الرغي بالعيب اللبناني يضلوا عم يحتكوا وعم يلعب مش انبيعدوا اهرفت عليك كيف فبعتيد اذا هذا القرار كان اللي حياة من الاتحاد يعني ما على علمي بعتطولك قرار رسمي بدأ اعتماد 2 بلاس وان او 3 هو تش عميل مية رحينا على هذا الموضوع مية بالمية يمكن انت بحكم شغلك تعرف اكتر بس انه اه بعتقد حيكون اكتر شي صحي للدورة هو 2 بلاس وان عضل اجنة ادارية لدي بيروت جهات صليبة كان ضيفي يعني بيحكي عم بيقول بتوقع بالاحراب انه الرياضي وبيروت يتواجهوا من هيئة بطولة لبنان لكورية السلة بتوافق الرأيي؟ هلا نحنا انا مش ما حافظ بالتوقعات لان انا مشبور اوصل على الفنال ما عندي خيار غير اوصل على الفنال فالتوقعات فرد ان اصلت على الفنال اكيد يعني انا لازم كون طرف اج مشبور كون طرف بالفنال يعني ما بتحمل نحنا عنا بالرياضي انه جمهور الرياضي ما بيقبل مية بالمية فلازم نكون بالفنال نحنا بس انه اكيد يعني بيروت هالسنة الفريق انبنا كرمال يروح كتير بعيد يعني غير فنال بعتقد بالنسبة لبيروت ما انه مقبول شو رأيك بتركيبتهم السنة؟ كتير منيحة ممتازة تركيبة الفريق يعني علي مزهر وسيرجيو وعلي حيدر وعلي حيدر ونعيم رباي وجون مارك جروج ووجود كرب مشرف وميجيل مارتيناز تشكيلة لبنانية باعتقد ممتازة والاجانب اللي وقعوا معاهم كمان ممتازين اللي حيكونوا منافسين دينامو فريق مدجج بالعناصر يعني صار عنده بنش وصار عنده تشكيل كتير كبير الهومنتمن اجانبهم مستويهم كتير عالي بمزهر اللي حتكون صعب تربحهم مية بالمية عمل لك بمزهر صعب تربحهم الحكمة كمان تشكيلتهم كبيرة فيها تنوع كتير كبير فيها عناصر كتير موهوبة دينامو هايديك السنة باعتقد ما كانوا مرشحين اللي خلصوا ريجلر سيزن بالمركز الأول قدروا يخط في المركز الأول وخلصوا أول بالريجلر سيزن وقدوا على فترات طويلة كان عندهم استقرار بطريقة كتير منيحة سوهي الموضوع يعني صعب التوقع فيه بس انه نحن مفروض نكون بالفنال مفروض نكون بالفنال ايه بيروت يعني مرشح فوق العادي كمان اللي يكون انت بتوقع توجه بيروت بالفنال كمان ايه بتوقع أكيد يعني أنا لعب مع ضد بيروت ولعب مع بيروت بالفنال يعني انا وجهت بيروت جربت الشعورين مية بالمية يعني جربت الفنال ضد بيروت مع الرياضة وجربت كون مع بيروت ضد الرياضة سوه بعرف نادي بيروت وبعرف الناس اللي بيشتغلوا بنادي بيروت وقدي عندهم احترافية وباعتقد اي شيء اقل من نهائي بكل بطولة بيشتركوا فيها اللي حيقدوهن فشل يعني الفريق تركب وانصرف عليه لا يحقق نتايج اللي هن بيتمحولها و ومنه نبعاد ابدا بس اي فا متل انا بأيد حاكي بيروت رياضي بتوقع دينامو السنة زبطوا فريقهم بشكل كتير زكي حافظوا على الكور الاساسي دعموه صح دعموا الفريق ببانش اكبر بوبو عمر جمال الدين إلي رستوم مارك خوري كريم عز الدين موجود جددوله انا عم بحكي على الجداد اللي متحقوا بالفريق علي محمود موجود مارك خوري موجود مية بالمية وعندك ثلاثة اجانب كمان كتير من هاي سكورر ثلاثة اجنب يعني كل اجنبي معهم بيقدر يحط 20-30 نقطة بلعبوا نيو باسكتبول لك انتوني نيو اولد ما في شي اسمه نيو اولد في شي اسمه انه فريق متجانس فريق في عنده كامستري فريق طريقة لعبهم معروفة عندهم انرجي بيحطوا انرجي على الملعب بيعملوا برس بيلعبوا زون بيلعبوا عندهم اللعيب اللي وقعوا معهم هني كل اياتهم صغار بالعمر عندهم حماس يعني لما تطلب انت من بابو عمر جمال الدين يعملوا برس 40 دقيقة فيهم يعملوا برس 60 دقيقة ما عندهم مشكلة صغار بالعمر عندهم الانرجي عندهم انشو اسمه مية بالمية they are hungry they want to prove their game so هيدا الموضوع هو اللي بيميزهم وهي دي كالسنة لعبوا بنفس الشخصية برس وزون ومان تومان وعملوا حالي وتصدروا ولعبوا بدك تشوف على المدى الطويل خلال الموسم ما نحنا اللي عندنا بلبنان هون فريق بيعمل ماتش ماتشين ثلاثة اربعة من ناح بصير انبيتبل واسطورة وفريق بسك مرة اثمان ثلاثة بيرجع بيقف عجرية وبقلع بيربح النقى طبيعي لازم يربح عرفت علي عندنا نحنا الكلتشر هوني غلط يمكن هادي اول مرة عم بقول هي الكلتشر غلط نحنا هي البطولة ما بتنربح باول شهر وبتقني شهر تالش بتنربح بشهر خمسة وبشهر ستة البطولة بكير عرفت علي كيف فنحنا منستبق الامور انا عمل لك فيه خمس فرق هني حينافسه انا عم بتوقع رياضي بيروت بس يمكن لا بيروت ولا الرياض يكونوا بالفينال لانه الدينامو عندهم الامكانات يكونوا بالفينال او الحكمة او الهومنتمت اعرفت عليك بس كنت عبتحك شي كتير لفت لنظرك كنت عبتحك على الثقاف الرياضي الموجودة باللبنان صحيح اديقت سنت الماضي لما كتير كان عمين حكا قصتت انه احمد فران ببداية الموسم ما قدري قلع مع فريق الرياض اول شي انا ما كنت ببناية موسم لا عم بيحكي من لما جيت انا جيت بشهر واحد ما قلعت قلعت ببطولة دباي هيك قلعت انا هي التقليع هي التقليع قلعت ببطولة دباي هي صحة السلحة قلعت بالبطولة اخذت الكيس وقلعت من بعد بطولة دباي نحنا مرقنا بظروف الجمهور ما بيعرف فيها وما ضروري يعرف فيها ولا العالم تعرف فيها نحنا مرقنا بظروف ما قدرنا لأجنبي لنعوض اللي كان من اول يوم عم يطلب هو يفل كان منه مبسوط ومنه مرتاح بالرياضي واي ده حقه في جيمات نزل ما لعب فيها ما عطل البوتنشل طبعه اوكي خدمني لعب كتير منيح بدباي كريماني يجيب عروضات بس من بعد دباي هو كان يوميا عم يطالب بالفلة بفترة نحنا مستحيل نقدر نلاقي أجنبي وزوارته تروح على اوشافه جبنا اوشافه انا اللي جبت اوشافه بوافعة من لجنة الفنية والإدارية بالنادر الرياضي ونحنا بنعرف ان اوشافه ما كان هيعمل اي فرق لقلنا ومنعرف انه مستقد مينه كان وعنده اصابة بس كان العقد على شهر انا من يجيبه ومكلف خزينة النادي ما صالح نجيبه على شهر خلص الشهر فالعلى بيته لما لقينا نحنا الفت اللازم طبعا انا كنا موقعين مع كيفين ميرفي بس كيفين ميرفي ما قدر يلتحق لخلص الجوفرنر كوب اوشي بالفلبين اللتحق معنا بعد 20 أزار نحنا كنا برمضان انا كنت روح على الجيم الساعة 4 ونص في عندي 4-5 لعيبي صايمين انا عابد برمضان الساعة 4 ونص واعل عراجي امير سعود بلال طبار اسماعيل احمد هدول كلهم صايمين ما يقدر علي منصور علي منصور ما يقدروا يلعبوا 40 ديئة هدول كلهم هدول كلهم اكسكيوز هلا انا فيني يقول لك يون خلصت وعدت وربحت بس انا بوقتها ما طلعنا لحطينا حجاج ولاحطينا شي تحملنا المسؤولية ادارة تحملت مسؤولية دعمة الجهاز الفني بس انا مسؤول عن فترة الرياضي من شهر واحد من الاما استلمت ما اني مسؤول عن فترة الرياضي انا بالتوقيع الاجانب بالنصيف الاجانب اللي وقعوا معهم هون كان الحق على المدرب السابق لا الحق على الادارة ادارة ومدرب ما انا عمل لك انا مفيني مضي أجنبي بدون إذن الإدارة واللجنة الفنية في لجنة فنية وفي إدارة أنا مش أحمد فران بيطلع باله يجيب أجنبي دغري بمضي أنا بجيبه وبعرضه عليه للإدارة وبقى أرجيهم كل الإمكانات اللي فيه يعطينا هي بتوافق الإدارة هي ما بتوافق بس كنت ما توقعها لقدر يكون أشافه سيء مع نادر رياضة هو سيء هو سيء ما عادر يعطي شيء بس نحن قالنا كان عنا قرار أنه نستهلك سماعيل أحمد بيوصل يلعب كأجنبي كل المطشات عرفت عليك كيف أو نجيب واحد تاني يساعده وبطولة لبنان كان سماعيل أحمد حيلعب 40 ديئة في جيما بده يلعب 40 ديئة مطش الحكمة بغزير اللي خسرناه ومطش بيروت اللي خسرناه بالرياضة هدول المطشان اللي عملوا الانفجار بالجمهور والهجوم واللي هيدا وكذا بتفهم العالم لا ردينا ولا حكينا ولا تأثرنا يعني برجع أنا بلك هادي ما بتأثر فيها أنا بقى يعني بتأثر فيها كنت لما كان عمري 32-34 بعدني طالع طلعطة هلا ما تأثر أنا بكلها اللي صار أنا بس مركز على شغلي استعدمنا لجانب الصح كامستري مشيت لقت الفريق حققنا 19 انتصار من 20 بيوصل وبطولة لبنان فريق كان يركب الطيارة يطلع على إيران يلعب ماتش يرجع ينزل يرتاح 24 ساعة يطلع على غزير يلعب ماتش هيك كنا نحنا هادي آخر شهر شهرين نحنا هيك كنا بالبطولة من الطيارة للملعب من الملعب للطيارة يعني كنا ما كنا نحنا متأدمين 2-0 على الحكمة كنا عم نلعب وصل ضد جورجان يوم أربعة 100% ومن بعدها نحنا ارتحنا يومين 3 فتنا على الفينال وقابلة كنا لعبين جيم 3 يوم أحد جيم 3 ضد الحكمة بغزير يوم أحد يوم أربعة منلعب فينا الوصل سو كان سكتجول صعب كتير مية بالمية هن اللي بيساعدوك لتربح آخر شي دفعنا التمن التعب ورزنا ما بفاينال ايت وصل خسرنا علي منصور ووقع العراجة ضربة واحدة بعد ما كنا راحين لنربح البطولة والمرشح الأول إيه صابتين خسرونا اللقب اللي نحنا كان باعتقد بمتناول اليان سو برجع بالله البطولة لبنان أنا عم بحكي مش الدورات المجمعة بطولة لبنان هي استقرار على مدار موصل بده يصير فيه خسارات ما حنربح كليل الجيمان حنخسر وحننسب وحنتهجم عادي لازم نتحمل لأنه مثل ما نحنا وقتها نربح هم يمدحونا كمان لازم نتحمل وقتها نخسر أنه بدنا نتهاجم عرفت علي كم درب أنا عم بحكي عن كم درب بس أنه الفريق طبعا الرياضي وجمهور الرياضي دايما هن جاهزين وإدارة الرياضي لينفسوا على كل البطولات هل صحيح أنه نعرض عليك ادجار سوسا؟ ادجار سوسا نعرض علينا بأي فترة هلأ لا منعرض علينا بس أنا ادجار سوسا اللي ما بيعرف ادجار سوسا هو صديق كتير مقرب لألي أنا أول واحد جبته على لبنان طبعا أنا وقتها كنت مساعد مدرب مع كوتش سبيكسي واجهناه كان هو ببتروشيمي بإيران بسنة الـ 2015 غرب أسيا وفازوا علينا من وقتها أنا كنت متابعه واستقدمته بالسنة اللي بعدها لعب معي في نال بطولة لبنان وفانيل فور مش غريب أنه اليوم هيك كاليبر لعيك لعيب أجنبي ما نشوفه في لبنان أكيد بس ما أنت بدك تشوف سوسا هيزة 2-1 اللعيبي في لبنان كل اياتهم 2-1 اللعيبي اللي عنا هيهم نحنا في لبنان كلهم 2-1 بلس أنا الفرق المنافسي هلأ الفرق اللي بلبنان عم تحتاج أكتر 5 stretch 4 3 pure 2 يحط score كل الوقت أكيد أدجار سوسا كان إيزي بيقدر يلعب معي فريق بلبنان بس أنا على البوزيشن تبع أدجار سوسا عندي أمير وكريم زينون هم عندي أفضل اتنين بهذا البوزيشن تقريبا سو هارسا رح كنا بلعب على ثري عندك أنت أكيد بلعب ثري حد واقل مثل مياه النفس الشخصية ما غيرنا شي بالكاركتر يعني رح كنا عم تلعب بوائل على الوان أو علي على الوان أمير أو كريم هيدا تشكيلتنا ولما نلعب بفور فايف مثلا أجانب نلعب من برا بأي ثلاث جاردية لبنانية موجودين تصير تحط واقل علي كريم واقل علي أمير أمير علي كريم يعني بتشكل بتشكل حسب الجيم عنا كتير ماتشات وعنا كتير مسابقات الكل حياخد فرصة الكل حيلعب الكل حيكون شريك بالربح وهذا الشي أرجيناه بشخصيتنا كيف لعبنا آخر ثلاثة شهور من الموسم نسحبتم من دورة الدوحة انسحبتم من البطولة العربية فضلتم ترايحوا شوائي بس نفس الوقت رح تشاركوا مش تريح نحنا مننا رادي يعني هي المشاركة أنا بروح بشارك وأنا مني جاهز أكيد لا هلا في عالم يمكن تقول لي إنه ماتشات ودية حبيبي ما في شي اسمه ماتشود بالنادي الرياضي كل بطولة تشارك فيها كتير بحا مية بالمية بالنادي الرياضي ما في شي اسمه ماتشود أنا فريقي منه جاهز الإدارة شايف الفريق منه جاهز يعني إذا الإدارة بدي تشارك إدارة أخذ القرار بالمشاركة أحمد فران فيه إلا لا أكيد لا بدي يحمل حالة أنا موظف في خرط النهار تتقدرين مية بالمية بدي يحمل حالة ورح على البطولة بس هن اجتمعوا معي واجتمعنا حطينا كل البلان البلان نحنا ماتشود يعني نحنا حسب نهم بالورقة وقلم إذا ما خصرنا ولا مباراة هالموسم كله هنخوض خمسة وستين لسبعين مباراة إذا ما خصرنا ولا ماتش وأنا مني مشترك لعرب ولا دوحة مشترك وصل بطولة لبنان بطولة دبي وبطولة فاينل ايت وصل هلا هنخوضها وعندك بعد فاينل ايت وصل إذا توفقنا وصلنا في نال أول اثنين راحين على بطولة آسيا اللي عرفته أنا أنه بطولة آسيا للأندي ستقام بالصين بأول شهر ستة آخر شهر خمسة هيدولي إذا أنا ما خسرت ولا جيم عمل لها خمسة وستين لسبعين جيم إذا خسرت ستحكي بالثمانين أكيد أنت ما حتفوت مثلا سريب الفينال أربعة من سبعة تربح أربعة سفر مستحيل ما حتربح السومي فاينل ثلاثة سفر كمان مستحيل كتير قوية بيوصل إن شاء الله أنا بدعي لأ الله أنه ما أخسر ولا ماتش خلال سيزن وصل بس كمان صعب عندك سمي فاينل بيوصل عندك فاينل بيوصل مجموعة كمان اللي جيت فيه أنتو كمانا نحن مشموعتنا متكافئة يعني فينا نقول إنه قادرانين نخلص فيها أول بس لأي ظرف ما خلصنا أول بصير مشبور إلعب كورتر فانل بعدين سمي فانل فانل صارت فاينل بمعموعة وماتشان أكتر فإحنا هدفنا نخلص أول ونتفايدة الأغلاط اللي صارت معنا عذيك السنة إنه نخلص رابع لأنه أنت بتعرف الرياضي لما يخلص أول ويكون عندك هوم كورت أدفنتج بتكون مرتاح أقدر من أنك تخلص رابع وكل مرة رايح على جيم لتكسر مية بالمية سونا عدفنا بيوصل لنكون أول كريمان نتفادى هادي السري الزيادة اللي بنالعبها مع تالة المجموعة الثانية سو أول بيوصل أول بطولة لبنان هادي بتكون إنجاز كتير كبير لألنا ومنكون سهلنا لحد ما المهمة طبعيتنا شوي أبو عمر اصدحكي شوي سنة الماضي ارجع شوي هيك على سومي فينال فينال العبدو للحكمة سومي فينال العبدو الدينامو فينال ياه كانت السريل أقوى لك أخدنا نحن دايما نصعب حالنا اللقب دايما مناخد الطريق الصعب لك أنا برأيي نظام البطولة ما خدم لا الحكمة ولا الرياضة لأنه كانت هذيك السنة أول ثالث ثاني رابع هيك أول ثالث ثاني إنشان نحن ساعة بيت إنه لعبنا نحن والحكمة يمكن هذي السريل كانت لازم تكون فينال جماهريا عم بحكي دينا مستحق يوصل على الفينال بجدارة بس جماهريا ككرة تسلي لما حكمة رياضة يكونوا على الممار على شي فأنا بعطيت كان نهاية مبكر سامي فانل بطولة لبنان رياضة حكمة كان نهاية مبكر صحيح خلصة 3-0 بس كان فيها ندية وكمبيتشن على أعلى مصدر هل تخلص إخر ثانية عم ترجع داون 16 ترجع ممية هني مرتين نحن بغزير داون 16 رجعنا ربحنا الجيم حتى بالمنارة بجيم وان وجيم ثري حتى منارة بالمنارة لأ كنا بلشنا صح من أول جيم لآخر الجيم خلصنا فريق كنا مرتاحين فيها للجيم بس عملوا كانوا رن بالمنارة وقتها وكان يتمنى سهلي بس انه الأول جيم الوان جيم ثري كانوا صعبين كتير فبعطيت كان نهائي مبكر كانت تستهل هدي السري تكون نهائي سنة بتقعد جمهور رياضي بلقى بالبطولة إن شاء الله بإذن الله هيدا شي مفروغ منه لازم مفروض إن شاء الله يا رب هيدا هدفنا أي بطولة نلعب فيها نحنا هدفنا نربحها أي بطولة نلعب فيها كنادر رياضي هدفنا نربحها هيدا البراشر اللي نحنا منعيشه هيدا البراشر اللي مكتوب علينا بس لما تربح ناكهة الفوز بتكون إلى طام تاني ناكهة البطولة صح خصوصا مع النادر رياضي أبو عمر شكرا جزيلا حلقة دايما فيها معلومات وفيها معطيات حلقة دايما تانكيو كتير لعلك مرسي كتير وإذا المتابعين عبر المنصبت هنا لبنان هيدكيات حلقتنا معكم من جيم آن مع مدرب نيدة الرياضي بيروت أحمد فران أكيد ملتقانم بجدد بحلقات قادمة من هلال وقت إلى اللقاء